يستعد غافير وزميله للقيام بدوريتهم اليومية في محيط بركان كومريفيخا أو بركان لابالما الثائر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إذ يقومان بدوريات يومية مكثفة للتأكد من ابتعاد السكان واحترام مسافة الأمان التي تحددها السلطات الإسبانية العلمية عن فوهة البركان فالكثير من سكان المنطقة تم إجلاؤهم مؤخرا إلى مناطق آمنة بسبب ارتفاع حدة ثورة عن هذا البركان في الأيام الأخيرة في حالة الطوارئ هذه الدفاع المدني يشارك بعدة وحدات كالوحدات الجوية التي تستخدم الطائرات المروحية وكذلك القوات الراجلة التي تقوم بتأمين السلامة لقطر يبلغ 2.5 كم دائري حول البركان يتبع هذان الدركيان لوحدة خاصة بالكوارث الطبيعية في الدفاع المدني الإسباني تعمل يدا بيد مع قوى الإطفاء والجيش الإسباني وكذلك علماء الزلازل والبراكين إلى جانب رصد التحركات المدنية في المنطقة المنكوبة تقوم تلك الوحدة الخاصة بمرافقة السكان الذين أجلوا من منازلهم لدخول المناطق المحضورة لبضع دقائق لجمع حاجياتهم منها إذا سمح الجيولوجيون والخبراء بذلك بعد التأكد من تراجع الحمم في المنطقة كما تقوم هذه الوحدة العسكرية بتأمين الحماية للحيوانات الأليفة والبرية التي تسكن الغابات المحيطة بالبركان الحيوانات الأليفة تم إجلاؤها إلى مناطق أخرى ونحن لسنا قلقين بشأن الحيوانات البرية فهي غادرت المكان قبل اندلاع البركان بساعات قليلة يعمل تواقم الإنقاذ والحماية المدنية على تأمين السلامة لسكان المناطق البنكوبة كهذه المنطقة التي تعد الأقرب لفوحة البركان وتحاول هذه التواقم على رصد هذه الفوهة باستمرار خوفا من انفجار محتمل قد تصل شضائعه إلى هذه النقطة من أمام فوهة بوركان لابالما في جزر الكنار الإسبانية ليث بزاري العربية